اشتركوا في القناة في هذا اليوم بهذه العاطفة الجياشة وفي كثير من التغريدات اللي حنشوفها الآن كل واحد غرد بالطريقة اللي تناسبه اللي تناسبه طبعاً ظهر جانب جميل وبعض الأشخاص كانوا معترضين على هذه الطريقة في التعاطف أو حتى في حكاية الواحد كيف يخرج مشاعره بشكل مبالغ فيه فيه ناس ما كانت معه وفيه ناس كانت ضد التغريدات جاهزة أو لا أم أعرف طيب نشوف التغريدات سواء عشان نشوف ايش الناس اللي اداولوا طبعاً الناس اعتبروها رومانسية ناس اعتبروها عاطفة ناس اعتبروها ضعف وكل واحد غرد وغنى على ليلاه لكن في الأخير يظل أمر واحد الإيجابية هي الوحيدة اللي تبقى في هذا العالم المفروض يعني السلبية ما لها دائف في ناس لهم وجهة نظر وضحوها بالشكل السليم احنا معه انه احنا نكون في توازن في طريقة طرح الفكرة وفيها أخذ وعطى يعني الواحد حتى لما نقول فكرة لا هذا سيء أو ظاهرة سيئة يقول لك ليش عشان والله احنا كده بنستنقص من نفسنا يعني مثلاً ما اقول يعني هو فينا نستنقص مثلاً التحليل الرومانسي هذا ما هو في محله تعرفوا في ناس كثير عندها مشاعر تطلع أوقات تخونها وتخونها الكلمات قبل مشاعرها فهذه مشكلة كبيرة هذه كانت طبعاً التغريدات اللي معانا ليه اليوم شكراً لكل اللي شاركه هنا عموماً التغريدات الموجودة هي تمثل كل شخص وفي الأخير احنا حاولنا نحط الإيجابة لأنه ما عنده أي استعداد أن نتناول أمور السلبية وهذا اللي احنا بناشد فيه دائماً وأبداً فيه برنامجنا حتى من خلال وفي قلب الفقرات ناخذ كل شيء سلبي ولكن بطريقة البناءة ونحاول ناخذها على الأساس نبني نفسنا بالشكل السليم وصلح على الخطر